قال رئيس تنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية ميسفين تهسو إن تاجتين أول رحلة جوية بين الجزائر وإثيوبيا ستعزز العلاقات الثنائية وترقية قطاعية تجارة والسياحة ومد جسور التواصل بين الشعوب ودوري قال رئيس المدير عام للخطوط الجوية الجزائرية إن فتح خط مباشر بين الجزائر وديسابيبة سيسمح للمسافرين والمتعاملين الاقتصاديين بالتنقل إلى مطارات العالم منطلاقا من مطار الجزائر الدولية في عاصمة إثيوبيا أديسابيبة وهذا يدخل في إطار فتح الخط بين العاصمة الجزائرية وأديسابيبة وهذا ما يسمح لمسافرين الخطوط الجوية الجزائرية والمستعملين مطار المحواري للجزائر بالصفر أو للمتعاملين الاقتصاديين أن ينقلوا البضائع بين كل أنحاء العالم وين الشركة الخطوط الجوية الجزائرية متواجدة لطالما تطلعت الخطوط الجوية الإثيوبية لإطلاق رحلات إلى الجزائر عبر ربط أديسابيبة بالعاصمة الجزائر واليوم تقوم الخطوط الجوية الجزائرية بأول رحلة بين المدينتين إنه ليوم عظيم الحركة الجوية بين البلدين من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وترقية قطاعية تجارة والسياحة ومد جسور التواصل بين الشعوب نحن مستعدون للعمل مع شركائنا في الخطوط الجوية الجزائرية من أجل ربط الجزائر بشرق إفريقيا عبر محور أديسابيبة